السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو يو جيت أب يعني تستيقظ استمع وناقش خلو نشوف ايش مكتوب which activities are the same or different in your country at this time نقول لك ايش هي الفعاليات اللي مماثلة وغير مماثلة في الصور اللي راح نشوفها الحين في بلدك اول شي عندنا راح نسافر من بلد لبلد ونشوف شخصية جديدة في كل بلد ايش تسوي خلو نشوف اول بلد راح نروح للي هي جدة ksa kingdom of saudi arabia يعني مملكة العربية السعودية 5.30 a.m a.m يعني صباحا في الساعة الخامسة والنصف صباحا راح ننتقل ونسافر فين الى جدة ksa عند مين؟ عند امل تسيقظ she usually عادة usually عادة gets up early يعني مبكرا in the morning في الصباح اوكي في الصباح تمام؟ بعد ذلك نشوف الدولة الثانية راح نسافر لها وين راح نكون؟ عندنا في الساعة السابعة والنصف صباحا ميكسيكو سيتي مدينة المكسيك اين؟ في اي دولة؟ في دولة المكسيك اوكي؟ من عندنا هنا أليكس is walking يعمل he usually هو عادة serve breakfast يعني يقدم الطعام يعني هو نادل اوكي؟ in the morning في الصباح يشتغل في الصباح نادل اوكي؟ ننتقل للدولة التالية عندنا هنا الساعة التاسعة ونصف اي ام يعني صباحا فين؟ في نيويورك فين؟ في نيويورك فين؟ في نيويورك United State USA اوه اللي هي امريكا اوكي امريكا في امريكا اوكي جيف واندريكي جيف وريك جيف وريك always دائما take the train to work يأخذون القطار فين؟ للعمل يعني يركبون القطار traffic is bad in the morning يقولك في الصباح اللي الشارع مجدا مستحم سيء اوكي؟ so لذلك they never drive هم ما يحبوا انهم يقودون سيارتهم في الصباح للعمل للعمل اوكي؟ عشان كده يأخذوا يروحون بالقطار اوكي؟ ننتقل للتالي عندنا الساعة الحادية العشرة والنصف نصف يعني صباحا ريو دو جانيرو يعني مدينة ريو دو جانيرو فين؟ في بارازيل بارازيل سيلسو سيلسو فين؟ سيلسو فين؟ في المدرسة he sometimes بعض الاحيان plays يلعب football during بي يلعب احيانا كرة القدم ننتقل للدولة التالية عندنا هنا في الساعة الثانية والنصف بي ام بي ام يعني مساء لندن رحنا فين؟ رحنا مدينة لندن فين؟ في انجلند يعني فين انجلند؟ يعني بريطانيا يقولك bob is riding home يعني ذهب الى البيت from work من العمل he usually هو دائما goes يذهب to walk by bike يذهب الى عمله بالدراجة تمام؟ ننتقل للدولة التالية عندنا هنا الساعة الثالثة والنصف مساءا بي ام يعني مساءا فين بنروح؟ راح نروح مدريد مدينة مدريد فين؟ في اسباين يعني في اسبانيا يقولك فرناندو is at work هو في عمله he always هو دائما checks يشيك او يشوف his email رسائل تجيه في جهازه after lunch بعد الغداء فرناندو is at work خنشوف بعد ذلك من عندنا عندنا هنا الساعة الرابعة والنصف بي ام مساءا يعني في العصرية تقريبا نروح نروح كايرو اللي هي القاهرة فين؟ ايجبت فين ايجبت؟ مصر خلونا نشوف من عندنا في ايجبت في القاهرة علي is doing his homework علي يقوم بكتابة واجبه he usually هو دائما studies يدرس before dinner يدرس قبل العشاء before يعني قبل كاي before قبل after bad هنا before يعني قبل العشاء بعد ذلك عندنا نروح الى الساعة السابعة والنصف مساء فين بروح؟ لاهور مدينة لاهور مدينة لاهور فين مدينة لاهور؟ باكستان في الباكستان مستر زاهر السيد زاهر عباس and his family وعائلته are eating يأكلون they always هم دائما have dinner together يأكلون طعامهم مع بعض أو يأكلون عشاءهم مع بعض dinner يعني عشاء بعد ذلك عندنا آخر مدينة راح نروح لها عندنا الساعة الحادية والنصف مساء pm توكيو راح نروح الى توكيو أين تكون مدينة توكيو؟ in Japan يعني في اليابان يقولك Takeshi is going back home Takeshi اللي هو هذا الشخص going back يعني يعود لما تقول going back يعود إلى وين؟ هم منزلة he is always he is a lawyer هو محامي he is a lawyer lawyer يعني محامي and he usually وهو دائما works late يعمل متأخر يعمل متأخر إذن نقرأهم كلهم على بعض جدا KSA 5.30 AM أمن is waking up she usually gets up early in the morning 7.30 AM Mexico City Mexico Alex is walking he usually serve breakfast in the morning 9.30 AM New York USA Jeff and Rick always take the train to work traffic is bad in the morning so they never drive to work 11.30 AM Rio de Janeiro Brazil Celso is at school he sometimes play football during PE 2.30 PM London England Bob is riding home from work he usually goes to work by bike 3.30 PM Madrid Spain Fernando is at work he always checks his email after lunch 4.30 PM Cairo Egypt Ali is doing his homework he usually studies before dinner 7.30 PM Lahore Pakistan Mr. Zahira Bass and his family are eating they always have dinner together 11.30 PM Tokyo Japan Tekashi is going back home he's a lawyer and he usually works late خلونا ننتقل الصفحة التالية عندنا هنا عندنا شخص لما جاء نسأل عن الوقت نقول what time is it what time is it هنا جاوبوا it's 4 o'clock يعني الساعة الرابعة تماما خلونا نقرأ الأوقات كيف نقرأها عندنا هنا it's 6 o'clock يعني الساعة السادسة مساءا أو عفوا بالضبط in the morning في الصباح أو ممكن أقول it's 6 AM كلها صحيحة it's 6 o'clock it's 6 o'clock at morning at the morning أو in the morning أو أقول it's 6 AM بعد ذلك عندنا 12 ساعة الثانية عشر في الظهر إيش نقول it's noon صح إذا قلت it's noon يعني معروف ناسا 12 أو أقول it's 12 noon it's 12 noon طيب بعد ذلك عندنا هنا نقرأها حسب الدقائق it's 1-15 خمسة عشر دقيقة يعني 15 يعني 15 in the afternoon في الظهيرة أيضا أو أقول it's 1-15 PM مساءا أوكي بعد ذلك عندنا هنا it's 7-30 30 يعني 30 دقيقة in the evening في المساء أوكي it's 7-30 PM أو أقول it's 7-30 PM evening تكون الليل المبكر أو الليل شوية بدريح أوكي المتأخر رح نقول night بعد ذلك it's 9-40 يعني 49 دقيقة أو أقول it's 9-40 PM تمام تمام بعد ذلك عندنا هنا it's midnight يعني ساعة 12 بالليل أوكي أو أقول it's 12 at night عندنا هنا ساعة 12 إذا كانت في الظهيرة نقول عليها it's 12 noon أو أقول it's noon أو ممكن أقول it's midnight إذا كانت 12 بالليل أوكي عرفنا الفرق في الظهيرة أو في الليل بعد ذلك عندنا هنا vocabulary what activities on page 18 do you do every day نفس الفعاليات الموجودة في الصفحة السابقة ما الفعاليات الموجودة في الصفحة السابقة write them in order from morning كتبها بالترتيب من الصباح إلى المسائل الفعاليات الموجودة هنا اللي أشفناها بالأشخاص المختلفين الفعاليات التي تشبه لك حاولك تسويها وترقمها بالترتيب خلونا نشوف مدى فهمنا للقطع يقولك هنا أكتب yes أكتب yes أمل usually gets up early يقولك أمل دائما تستقل مبكرا أكتب yes Alex is having breakfast no هو ما يأكل breakfast هو يقدم he serve breakfast ok number 3 Jeff and Rick never drive to work يعني هم لا يقودون للعمل yes هم ما يقودون هم يركبون القطار ok they ride the train to the job or to the work Celso plays football at school Celso يلعب كرة في المدرسة نعم نكتب عفوا نكتب yes nice or no yes بعد ذلك عندنا هنا خمسة Bob gets to work by bus يقولك Bob يذهب بالمدرسة أو عفوا للعمل بالباس خطأ نكتب no لأنه يذهب بالbike Fernando reads his email in the office فرناندو يقرأ الإيميلات حقته في العمل يعني في الأوفيس نكتب yes ok yes علي يدرس بعد العشاء خطأ هو قبل العشاء إذن هنا no Takashi usually goes home early هو يروح early Takashi no he goes late يعني يروح متأخر رح نكتب هنا no ok نشوف المحادثة هنا أقولك سوي زي هذه المحادثة what time does Amel usually get up يعني ish الوقت اللي دائما تقوم فيه أمل she usually gets up at 30 وهكذا تشوفون الأشخاص المختلفين تختارون مثلا نختار هنا مثلا نختار عندنا هذا مثلا نقول what time Alex serve breakfast what time Alex serve breakfast نقول he serve breakfast at 7.30 a.m. وهكذا خلاص بعد ذلك عندنا هنا يقول what do you usually do after dinner عادة تفعل يسألك أنت سؤال خاص لك أنت ماذا تفعل بعد العشاء هنا جاوب I usually watch TV دائما أنا أشاهد أوكي بكذا نكون خلصنا الدرس وتسألون بهذا الطريق عشان تعرفون كيف تجاوبون الأوقات وتذكرها أتمنى يا رب يكون دس واضح ومفهوم حاول تقدر الإمكان أختصر علشان ما يكون الفيديو جدا طويل وممل يكون شرح مبسط وسهل إذا حسيتوا أنكم ما فهمتوا أو صعب عليكم تقدرون تعيدون الفيديو مرة واثنين وثلاثة إلي ما تفهمونا وأنا متأكد أنه راح تفهمونا على طول هرس هنا نسينا نقرأ هذه اللي في المربع نقرأها قبل ما نقفل Every day كل يوم Around the world حول العالم وإحنا انتقلنا هنا في هذه الصورة لما أماكن مختلفة في العالم حطوا لي لايك علشان يوصل للفيديو لأكبر شخص لأكبر أقدر ممكن من الأشخاص وهذا الدعم طبعا لي واشتركوا في القناة ما تشوفون فيديوهات كده مغير ما تشتركون أنه أنتوا الداعمين لي وهذا الشيء شجعني أنا أستمر معاكم وفي المستقبل سأشرح لكم مواد أخرى إن شاء الله وفعلوا زر التميهات عشان يوصلكم أول بأول فيديوهات أتمنى يا رب لكم التوفيق والنجاح نلتقي في فيديو قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع وداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر